تولى إبراهيم محلب المكلف برئاسة مجلس الوزراء في مصر منصب وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في 16 يوليو الماضي ليكون عضواً في أول حكومة مصرية بعد ثورة الثلاثين من يونيو بعد تخرجه في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 72 التحق محلب بالعمل كمهندس لدى شركة المقاونون العرب أقدم شركات البناء والتشييد في مصر وإفريقيا واطلع محلب الذي تولى رئاسة الشركة إلى جانب عضوية لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل بمهام الإدارة والإشراف على عدة مشروعات تابعة للشركة في مجالات عدة ومن ضمن هذه المشاريع تشييد طرق وجسور وأنفاق ومنشآت رياضية ومحطات طاقة بالإضافة إلى إدارة مشروعات لترميم الآثار المصرية كما كانت عمليات تجديد القصور الرئاسية من بين المشروعات التي أشرف عليها محلب وهي المشروعات التي ينظر في أمرها أمام المحاكم المصرية لشبهات فساد وقد تم تعيينه من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك عضوا في آخر مجلس شورى في عهده عام 2010 إبراهيم محلب البالغ من العمر 65 عاما أبدى نشاطا ملحوظا أثناء توليه وزارة الإسكان في الحكومة المستقيلة ورى كثير من المصريين أنه أنجز العديد من المشروعات بسرعة وكفاءة ولا عجب إذن أن يتم تكليفه برئاسة مجلس الوزراء الجديد ترجمة نانسي قنقر